اليقظى والاحتراز كلمتان تلخصان الأجواء في مطار وموانئ مطارات وموانئ المملكة ففيها تستمر إجراءات المراقبة الصحية مفاعلة منذ بدء توسع رقعة انتشار كورونا وانتقال هذا الفيروس إلى دول عديدة عبر العالم نتابع الإجراءات المتخذة في ميناء طنجة المتوسط في روبرتاج صدق بنزينة فارد غيط تجهيزات ومعدات بيوطبية من بينها معدات قياس الحرارة تستعمل في مجال الكشف عن الحالات المشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا تم وضعها بميناء طنجة المتوسط حيث رفعت المصالح المعنية حال تجهيزيتها الطبية بمختلف تجهيزات الخاصة بالرصد والتي تستعمل في مثل هذه الحالات المراقبة هذه تنقسم قسمين البواخر القادمة مباشرة من الدول الموبوءة إلى ميناء طنجة المتوسط كتخدع المراقبة الصحية طبقا للقوانين المنظمة العالمية للصحة والقوانين الوطنية كذلك المسافرين القادمين من أوروبا والذين زاروا المناطق الموبوءة يخدعونها للمراقبة والفحص الطبي لمجابعة هذا المرض وكانت وزارة الصحة رفعت من حالات جهيزيتها للرصد والكشف عن الحالات المجتبهة في إصابتها بفيروس كورونا والذي بدأت رقعة الإصابات به تتسع في الصين وفي عدد من دول العالم قمنا وبنتنسق مع المصالح الوزارية باتخاذ كل الإجراءات العملية من أجل تشديد المراقبة الوبائية بالمصلحة الصحية للميناء طنجة المتوسط وكذلك للكشف عن أي حالة ورفع من درجة اليقضاء الصحية 24 ساعة إلى 24 ساعة ووزارة الصحة وفرات كل وسائل تشخيص والوسائل وقاية لذلك والحد الساعة لم تسجل مصالح الصحية الوطنية أي حالة إصابة بفيروس كورونا ونحن نقوم استعدادين لمواجهة أي حالة طوارئ هكذا إذن يتم تفعيل بروتوكول صحي احترازي يتضمن مختلف الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات الوقائية من الأخطار الوبائية حيث تم وضع مجموعة من الأطقم الطبية المختصة في حالة يقضة للتدخل بتنصيق تام مع المجموعات المكلفة بأجهزة الرصد البيوطبية